اسمي حيدة حمزة عباس مصطفى البياتي موليد 83 قرية قليتاغ قضاء حمدانية اسكن حاليا خباة اربيل بشهر اليداعش 2020 تعرفت على شخص اسمه من كتاب سيد شوهداء بعدها تعرفت على شخص اسمه قررنا نشتري كية نسوي عملية على مطار اربيل نشتري كية من اربيل بس بطنقل طلب من عندنا نلبس كاسكيت وكمامات على وجوهنا لا يبين بالكاميرا بالمعرض اخذنا رحنا اشترينا كية بعدها اشترينا الكية دزينا ويا مطار اربيل على الموصل دزينا على الموصل الكية ويا مطار اربيل بشهر الثاني 2021 خبرني قال اكو شخص ريدي يسوي اقامه جبت على اقامه راح يسوي اقامه يحضر اقامه مالتا ورجع يوم العملية خمسطعش بالشهر خبرني قال تعال علي يا عالموصل رحيت له وديته على اربيل على مكان العلواء نزلنا من السيارة رحنا مكان العملية ماشي رحنا خطط المكان بعدين رجعنا رحنا على الموصل مبارا اني ما رجعت رحت فخبرني قال تعال بدون سيارة على الموصل رحت لعالموصل ومطاني شفت وابو وابو مطاني السيارة خصوصي قال لي انت روح على اربيل احنا نجي بتاكسي فاني جيت على اربيل هم فاتوا دخلوا بتاكسي بالطريقة مني قال روح شوف السيارة على طريقة بردرش رحت اشوف السيارة وبعدين جينا دخلنا كية دخلنا مجيسوق دخلنا عاد و صعدوا بالكية ورحنا على مكان العملية وراء العلوى قالوا انتظر بعيد عنا بعدين احنا من خابرك تجينا هما نصبوا الصواريخ كان صنع ايراني وراء بساعة ونص اقربا خابروني رحت شلتهم واختهم و مشينا وراء ما مشينا قام منطلق الصواريخ على المطار وانحنا طلعنا على النص اشتركوا في القناة